يحبون سايا يحبون شطون الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيد يا رسول الله سؤال ورد إلينا من عمال وعملات مستشفى الأمراض العقلية بيعين عباسة ولاية طيف عمال وعملات مستشفى الأمراض العقلية بيعين عباسة ولاية طيف يقول العمال في السؤال تحهم السؤال الأول ما حكم استعمال العنف مع المرضى الذين لا يصلحهم إلا ذلك نحن نعرف بالمرضى عقليا كي يلي فيهم عنيف كي يلي فيهم مسالم يعني يلي ذلول كما تقوله يدير يدير ولكن المرضى العقلي كي يلي فيهم عنيف ويستعمل عنف ويستعمل الضرب والعرض والسب والشتم ويحاول يهرب ويمتنع عن الدواء يعني يستألوا بارك الله فيهم وهذا سؤال ذكي وسؤال مهم وسؤال عملي يستألوا وشحكم الشعر في استعمال العنف مع هؤلاء المرضى الجواب إذا كان المريض لا يصلحه إلى العنف جاز استعمال العنف معه على أن يكون عنفا عاقلا يعني مشي عنف مريض عقلي عنف عاقل يعني يتلاقي معلق إذا لازم يحطه أرضا يحطه أرضا إذا شدوا له رأسه يشدوا له يديه يرطوا له جريه إذا كان لازم يعني إذا كان لا يصلحه إلا العنف جاز استعمال العنف ولا شيء عليكم واشنوا بعض الناس الجهال لما يعرفوش طبيعة المهنة لما يشوفوا هؤلاء الممرضين يستعملوا العنف مع المريض واحد يقوله أنتم مسمومين أنتم ماتخافوش ربي حرم عليكم لأنه ما هوش في الميدان لو كان نجيبه هو نجيبه له ذلك المريض العقلي ونقوله أنه يتعامل معه والمريض العقلي هذا كان وحش ما هوش مكلف أصلا قادر يقتل قادر يجرح قادر يقتل غيره وقادر يقتل نفسه لأنهما لما يستعملوا العنف ضد مريض العقلي باش يحميوه من نفسه أيضا لما يرطولوا يديه كي يخنقرعه يخنغيره فيجوز لكم ولا شيء عليكم وماشي حرم عليكم ولكن يستعملوا العنف بمقدار واستعملوا العنف يعني بذكاء وإذا كان كالوسائل يعني كالأدوية لتخليه تفشله بعيدا عن استعمال العنف يعني يجب استعمال تلك الوسائل يعني لا تلتجئوا إلى استعمال العنف إلا إذا تعين العنف إلا إذا تعين فلا شيء عليكم وماشي حرم عليكم بل عندكم أجر هذا المريض أخوكم أخوكم عند ربي إذا كان لا يصلحه إلى العنف جاهز وهذه حتى في البيوت كي بعض الناس عنده بابها مريض عقليا عنده يمه عنده أخوه عنده أخته يعني لازم يستعمل معها نوع من العنف باش يشدها ولا يربطها ولا يبشر بدوان تحها ولا باش ما تقتلش نفسها ولا ما تأذيش الناس يا جوز ما عليكم والو إن شاء الله السؤال الثاني الذي ورد إلينا من عمال وعاملات مستشفى الأمراض العقلية عين عباس يقول ما حكم الأكل من مطعم المستشفى أي من طعام المرضى المتبقي إذا كان المطعم تعلق المستشفى يطيب للمرضى ويأكل المرضى ويبقى هذيك الأكل هنا يجب أكله ماشي يا جوز هنا واجب تدهوه تتقاسموه تأكلوه وتدهوه تل بيوتكم لا يجوز إطلاف الطعام لا يجوز إطلاف الطعام وهذه سواء كان المطعم تعلق عين عباس أو لمطعم تعلق أي شركة جزائرية إذا كان المطعم طيب ويبقى الأكل لا يجوز رميه في المزابيل لا يجوز إطلافه هنا يجوز للعمال يأكلوه ويديروا لديورهم ماشي حرم عليهم بل واجب عليهم وهذا من صيانة النعمة هذا من صيانة النعمة يا جوز وأنا تعجبت يعني كيف هذا مستشفى عين عباسة يديروا مطعم للمرضى والعمال يسألوا وليه يجوز يأكلوه مع المرضى الأصل أنا عم بادئة يديروا مطعم خاص بالعمال المفروض يديروا مطعم خاص بالعمال النساء يتجاهد لأن هذا الممرضين تعملوا مستشفى عين عباسة وهذا الممرضات وهذا الأطباء وهذا الطبيبات ما رمش قايمين على مرضى عقال مريض عاقل يجي عتمانيا ويقعد يستنى دالتاعه وتقول له يقف 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 يقعد 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 يشرب الدواء لا رم يتعبون مع جمجانين مرضى عقليا وفيهم العنيف وفيهم المريض وفيهم كل أنواع يعني تعال أمراض خطيرة ومزمنة ودائمة وقاتلة لكي من يعشر من هذا المريض يقدر هذا المريض يقتله واللي يعميه واللي يسبب له آفة دائمة المطلوب يعني المطلوب من وزارة الصحة تعتاني بهؤلاء العمال توفرهم أكثر من موفرة لغيرهم من مطاعم ومن نقل ومن علاوات علاوات ومنح وأموال ويزيدلهم في شهرية ويزيدلهم لأنه القايم على معوقين معوقين عقليا ذهنيا أمراض عقلية يعني يروا عوض هذا الممرض يعوض المريض في باباه في يماه في خوته وهو لمثل دولة جزائرية لذلك ما دابينا وزير الصحة إذا ويسمعنا يدير لقامع هذا الأطباء والممرضين أم غضبانين أم غضبانين على جل الصحة لأنه إذا كانت الصحة مريضة فعلى الجزائر السلام إذا المريض يلتجأ إلى المستشفى يبحث عن الصحة إذا كانت الصحة مريضة ملوين يعاجوا الناس أقعدوا معاهم أسمعوا لهم هذا أطباء وممرضين وعمل الصحة هذا ناس مثقفين وإطارات وقاريين ما مش نسع إرهاب ولا نسع عنف ولا نسع تخريب ولا ما يحبوش الجزائر ولا حابين يحطموا الجزائر بالعكس تصوروا وحاولوا تفهموا مريض تعالصراطان مريض تعالصراطان يروح للمستشفى نتيجة نقص الإمكانيات يطلوا موعد على سبع شهور وهو لازم يدير شيميو تيرابي في أقرب وقت على سبع شهور يموت هنا شكل يقتلوا ماشي الصراطان يقتلوا وإنما الموعد المتأخر أطولوا موعد متأخر مات يعني في عالم الأسباب في عالم الأسباب هنا قتلوا الموعد المتأخر هذين الأطباء ما هوش عاجبهم الحال والممرضين ما هوش عاجبهم الحال والممرضات ما هوش عاجبهم الحال أم يقول للدولة وفرون وسائل بشنولون خدموا المريض أحسن وأفضل وإمكانية أفضل وبسرعة أفضل والشفاء يكون في أقرب وقت مدى بنا وزير الصحة يوقف معاهم سلامي الحار وتحياتي ودعواتي لعمال مستشفى الأمارات العقلية بعين عباسة وإلى يتصيف ربي يوفقكم ويسددكم ويجري الخير على أيديكم ويملأ بيوتكم خير وبركة يا ربي لي كان عليه دين ساعد ويخلص دينه يا ربي لي ما عنده الزوجة عاونة لي عنده زوجة يا ربي لي عنده أزمة سكن سهلوا إن شاء الله بشيسكن يا ربي لي روخايف حاجة يا ربي سهل هالو يا ربي ليامي كيدولو وحبه يشعلو فيه لجمر بدلو لجمر إلى تمر يا رب العالمين يا رب العالمين آمين سائل يقول ما حكم سائلة هذا جاوبت عليه سائلة من دوودة تقول أمي كبيرة في السن وأخي مقعد يعني باراليزي معوق تعودت على خدمتهما إلى درجة أني نسيت الزواج وكثيرا ما أخطب وأرفض بسبب أمي وأخي مؤخرا خطبت وأنا في حير من أمري ماذا أفعل؟ يا أختي تزوجي يمك وخوك المعوق تلاقوا في العائلة خواتاتك وخوتك وقع العائلة الكبيرة وديروا أجرة لكاشئ مرأة تقوم بيامك وخوك يعني ممرضة عاملة عندها أجرة تقوم بيامك واختك وانتي تزوجي ولا تتركي الزواج هذه النصيحة تعي لك يا أختي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته